والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله في هذا الفيديو سوف أخبركم كيف تسجد تطبيق ميكروسوفت تيمز لكي تحضر المحاضرات الوالاين لكل طلاب الجامع طبعا سوف أخبركم أول شيء كيف تستطيع تشغيل وتثبت ودخل بأكاونت الجامعة الخاص بك منع التلفون وبرضو هوريكم إزاي أنك تقدر تسجل به منع الكمبيوتر أول حاجة هو ده شكل البرنامج زي ما انتم شايفين قدامكم برنامج مايكروسوفت تيمز طبعا سوف أسيب لكم الروبط بتاع البرنامج على طول في الوصف بتاع الفيديو أو مدسفل عليها إذا خرج على ملجا بلاي ويتحمل البرنامج بعد هنا بتلاقي أو بدأ شكل التطبيق من جوا أول حاجة فيه هنا حاجة ده شمال تسجيل ملجاني ليه سيبك منه؟ انت تعال على المكان اللي بتكتب فيه هنا بيقولك أدخل البريد الإلكتروني أو الهاتف طبعا سيبك من قمة الهاتف ده الإيميل بتاع الجامعة ده فيه مميزات كتير متفاعلها لك غير لما تسجل بأكاونت خاص بيك أو برقم ترفوه حتى هنا قتبين الإيميل الجامعة الخاص بيك وبعد قراءة بنعمل تسجيل الدخول طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو انك ازاي تجيب الإيميل الجامعي وكلمة السير بتاعتك طبعا سيبك في الفيديو طبعا في الوصف عشان الناس اللي لسه مجردتش الإيميل الجامعي بتاعه طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو انك تأخذ الإيميل والباسورد وتحطوهم في مكان معين عشان يبساء الأودادة لانك تجيبهم في أي وقت زي ما أنا حبزهم كده بعد كده تروح عامل لصق كمير السير وتعمل تسجيل دهور تستنى ثواني زي ما قلت بعد كده تلاقي البلنامج فتح معك بالوجهة اللي انتو شاكين عليه طبعا كل اللي تحت دي اعدادات او مميزات في البلنامج طبعا اول حاجة النشاط يعني مثلا من عمل جروبات من عمل جميع من التكلم من علق من عمل كومنتات هنا تبتشى تتكلم من الناس عادي تفعل مع صحابك هنا الفرق دي الفرق اللي انت منضم لها طبعا حسب كل كلية او حسب الشعب اللي انت بوت فيها طبعا هنا بقى الواجبات وهنا التقييم الطريق وهنا طبعا مزيد يعني في قادة معينة زي مثلا تقدر ان تفتح في الورد تفتح تقدر تفتح المؤسسة الكاميرا الملفات تشوف المقلمات تشوف الوردات تشوف الوردات بحاجة كدير طبعا نجي بقى ننقل نروح على اللاب نوريكو اذا اقدرنا تسجل في خطوات بسيطة يلا بينا الآن بقى نسجل عن طريق البيوتر او عن طريق اللابتو طبعا انا هسيب لكم رابط الصفحة اللي انتو شايفينها قدامكو دي في صندوق الوصف طبعا الناس اللي مش تفتح معهم الصفحة يقدر يدخل على جوجل ويكتب مايكروسوفت ويختار اول رابط يظهر له هيفتحه ويدخل معاه بالموقع او بالشكل اللي هو موجوده ده من هذا الوقت بعد كده بنيم ندوس على تسجيل الدخول بعد كده هنا بيطب منك الايميل بتاعك طبعا زي ما قلتلكها وزي ما قلت كل مرة هفكركم انك برضو تحبس الايميل وبصفل بتاعك في مكان عشدد انك تستعملهم بطريقة سهلة بعد كده بعد كده ندوس على التالي ونفس النظام بتروح واخد كمه السر واعملها برضو هنا لصق وبتدوس على تسجيل الدخول بعد كده بندوس على عدم ازار بعد كده ندوس نعم بعد كده هيصدر الناس بالشكل اللي هو مظاهر قدامك ده لده انك تدوس على الحصور على تطبيق نظام التشغيل انك انه هو هيفليك انك تنزل البنامج عندك على الكملوتر وهي او انك تستخدم تطبيق الويب انك تشغل عادي مايكوسوفت على الجهاز وطبعا تالي احنا محتاجينه هيصور معاك طبعا بالشكل ده بس طبعا الخانة او الاعدادات هتلاقيها على اليمين هتلاقي الاعدادات بتاعتك من ناحة الشمال على الصورة هتلاقي الاعدادات هتلاقي الرسائل هتلاقي كل المطلوب منها طبعا بتلاقي كمية تصغيل الدخولين رح حابت انها تخرج وطبعا برضو انك ممكن تقدر تنزل التطبيق عندك على الكمبيوتر ولابتوب زي مايتو شايفين موجود معاينة برضا طبعا احنا منزلينه طبعا هسبلوكو طبعا ارضابت بتاعه انك تثبته على الكمبيوتر في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر